لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعده فقد قال الإمام البزار رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن نشأة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطفولته فقال أما مولده فكما أخبرني به غير واحد من الحفاظ أنه ولد بحران في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق المحروسة فنشأ بها أتم إن شاء وأزكاه وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة أخبرني من أثق به عن جدته أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وكان يديبه عنها سريعا حتى تعجب منه ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه من اليهودية فلم يلبث ذلك اليهودي أن أسلم على يد شيخ الإسلام وهو طفل وحسن إسلامه وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقاد في الجد والاجتهاد وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدار قطني فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره فإنه لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة في الفضل لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة ووفقه في جميع عمره لأعلام السعادة وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن على نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فلقد أحيى الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين والحمد لله رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين